إن أنا بركز دايماً على السلبيات وبتجاهل الإيجابيات ودايماً عيني على الغلط وإن أنا أنتقد اللي حوالي طب ما ده هيخليني دايماً يا إما عندي إحباط يا إما عندي غضب من الآخرين يا إما عندي طاقة سلبية في التعامل مع اللي حوالي أو مع نفسي حتى لكن فكرة مثلاً إن أنا أبتدي أصلحة إنه أنا لا ما فيه سلبيات بس فيه إيجابيات طب ما أبتدي إن أنا أعود نفسي إن أنا أبص على الإيجابي أوكي إن أنا أبتدي أشكر إن أنا أبقى ممتنة للحاجات اللي في حياتي يعني فيه تدريب الامتنان ده لو أنا ابتديت كل يوم أعود نفسي وبرضو السوفتوير بتاعي ببتدي أغيره إن أنا أدخل في السوفتوير بتاعي إن أنا أكون كل يوم الصبح مثلاً أشكر ربنا أو أبقى ممتنة على حاجة أو اتنين وقبل ما نام برضو مهم جداً لأنه هو ده الوقت لما بنام وأنا بشكر فكل يعني بيبقى دماري هادية وببقى في سلام غير بقى لما أنا ببقى نايمة متعصبة ولا نايمة متخنقة ولا نايمة متزمرة الدنيا بتبقى مختلفة لما بشكر أنا شفت الحاجات الإيجابية اللي حصلت طولي اليوم فهي دي اللي أنا بتذكرها قبل النوم فدي أكيد بتفرق فيها بكية ربنا أصلاً بيحب إن إحنا نشكر أكيد يعني لما شف العشرة البورس اللي كان عندهم بارس فتسعة مشيوا واحد رجع فقال طب أنا يعني طب إيه ده واحد بس اللي رجع يشكرني فيعني الشكر والإمتنان يعني بيفرح قلب ربنا فلما بفرح قلب ربنا هو ربنا بينضف قلبي وبينضف فكري شكراً لكم